أكد رئيس الوزراء اهتمام مصر البالغ بإطلاق استراتيجية الملكية الفكرية موضحا أنه تم الانتهاء بالفعل من مرحلة إعداد الاستراتيجية ومن المقرر إطلاقها يوم الأربعاء المقبل في احتفالية كبرى تقام بهذه المناسبة تحت رعاية رئيس عبدالفتاح السيسي وخلال اجتماع لمتابعة الترتيبات النهائية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية أكد مدبولي أن الاستراتيجية ترتبط أهدافها ومحاورها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية كذلك رؤية مصر 2030 وكذلك برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة وذلك بما يضمن تحقيق التناهم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات كما شهد الاجتماع استعراض الإجراءات التي اتخذتها الوزارات ومختلف الجهات المعنية بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء لإقامة هذه الاحتفالية كما تم إلقاء الضوء على جهود تدليل كافة معوقات من أجل إخراج هذه الاحتفالية على مستوى عال من التنظيم الذي تم إسناده لإحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال اشتركوا في القناة